الانترفيو مع زينا وانت كسياسي مواطن بالاساس هل الجدل تشوفه مفتعل عادي طبيعي لنجم وقيم وعمل درامي من الحلقات الاولى من الجمعة الاولى ولا ما يصيرش ولا يشوفه ديمان لما الحق الناس كلوا يتناقشوا المهم وقت الاشكال اللي ينسب لنا وقت حد يطالب يتدخل الدولة في الموضوع ذا سواء قضاء ولا اي جهة كانت ذاك اللي قلقني في الموضوع معناها واضح اللي نقولوا فيه عنا سنوات لحقيقة مش توفقت لا تكونوش كثير متوانس على غالب لا تأثروش اطلاقا بأي درس يتعلق بحقوقه نسان بكرامة بكذا يراهر الحقوق نسان كانت يتمس هو في شخصه يقع الاعتداء عليه ولا يظلم وقت يتذكرها بشكل عام برشة ناس قاعدين يأكدونه كل مرة كانوا لا يؤمنونه لا بحرية لشي شوف الحرية هذية وكانت تحكي لا تقييم ولا نقط فن يعمل حق الناس كلبش ينتقدوه العمل المسلسلة ذا كانت تفرش فيه اما وقت يوليت الناس طالب يتدخل الدولة يجب ان يقولوا فما مسلوات حاراو بالحق فما اشكال متاع عدم ايمان بحرية التعبير بشكل عام وحرية الابداع بقى طالعا اضرر هو ابدع بمفهومك انت الابداع ولا اما هو قاعد يعمل في مجهود يبرلغ في رسالة معينة مهما كان المحتوى لو فرضنا يصير نهار الندوات وانتوما في شمس نهارتنا يديو الفنانين الكل وربما تديو وزارة الثقافة تقولون عندكم سياسة ثقافية معينة ما تساغلوا واشي خدمة احزاب والكل لك فما بعض الاشياء نحب نعاديوها نحب نعاديوها مثلا ديميساج بهين لشباب مثلا يقول لك انا اول حاجة ساحوك فنان انا مش دوري راني مانيش امام الجامع ومانيش الخطيب انا راني فنان عندي طريقة نقدم فيها انا نقول لك دولة راني ما عندي جدخل فيك يتبدع مهما كون حاد كالراء انا حكاية فارغة اللي تعمل فيها حكاية بمنطقة دولة ومنطقة قانون لكن الراء كونه فما ديميزم كتعدى ديميساج بهين خطر مجتمع على في رأي انا كمحمد عبدالراء في كثير من الاشياء في انهيار للقيام انا فهمت لأستاذة ما تبعتش ما يحبش الناس تحكم ما ليش نقولون خطر ما تبعتش المساس الكل او كو دولة استاذة متعلمات في وقت ونوقات حب تبلغ قيم معينة كان انت مشكلتك التونسي تتطلع على قيم واشك في ذلك هكا موجودة على الأقل والسيدة تذكرهم ببعض القيم فهم الفكرة مش حالة متاع حد قاعد يشجع على انحراف وعلى المخدرات ولكل اثنين يا اخي تقتنعهم ولم تقتنعاش كل وسين حر وانت عندك برشا قناويت وتنجب تبدل والقول وفهم القبل وبوضوح الدولة لا دخل لها في الموضوع لايكا عندها دخل عندها دخل وفق الكرة الشروط انا قريتوا كرة الشروط ما نذكره شي فهم حاجة تخليها لكا تتدخل على الأقل لحد يريدو وقالتها صراحة انا لا انا ما نعرفش هذي ما حكموش على عمل درام ما عندش دخل فهمش هي تتدخل فيها ربما في وقت ملوقات ممكن تتدخل ممكن فهم حاجة معينة لا من وضحه شي شوف تعديل الجريمة مثلا في سينما ولا في مسلسل النقاش هذي تسخيلوا ناسي وقديم كلمة اللي تي مسمي ديها حاجات درسة حدد كليل الحقوق ويحكي ديما في توقيت البس ومش من تتوى ما تروح يا راوما الستينات بشكل كبير هالموضوع ذي كيتعديل الجريمة الناس يتغلدوها صحيح في امريكا لا يحذو تحكي على هولدابي ويقولي وناس يعملوها ممكن لكن هذا ما خلاهم مشكونوا يمسوا الحرية باش ما توليش فهم جريمة ونقول برشا ناس حتى فهمش كم صحفيين وكل سيسروحكم شوائي في الافتا خطريدش كون مع الانغلاق الناس اللي تقول لك باهي كي تطرح المشكل اما لازم تطرح حلول لازم كتوريرا والنتائج هذيك شنوع عواقبها مش تخليني معاك النقاش على المستويه هذي تقييم فني مش على المستويه قانوني ودولة ناحية وتمنع لا كلمك صحيح نقول لكم بوضوح تو مسلسات المسلسات السورية في زودة كبيرة منهم أبدع في تمرير قيم يبالغوا ويبلغوا شمورهم على كل حال الراع مسل مهم ناولة الدراما السورية حتى مسألة الدوية على سبيل المثال وعجبونيكم عدواش بشكل دعاي خطر ضدهم فقط حاولي عادي أشيء مهمة ياسف دي مساج مهمين نهوذ كمنا الحقيقة في الجانب هذي هاي خلين ندخل معك في نقضهم قولك ايه يزمك تعديل المساج هذو ما رأوا مجتمعنا في حاجة ماسة لهم خير مليجي حد يختبونهم خطبوا باش العمل الفني ممكن يعديلهم أما هذا كنقد فني مش كطلب للدولة الدخل يوم نعلي هذي رو ما يجيش هل وجب أن وزارة الثقافة تكون من لول صارمة في المواضيع هذه تعطي الملامح الكبرى نعمل كما الدراما المصرية تكون عندك شكون يتدخل ربما باش ناجم ينتج مسلسل في رمضان يوجه القيام ممتعه ولا توجه هاته الكبرى في مكافحة الفساد ولا الإرهاب ولا غيره أم ليه يقعد العمل الدرامي حر كما عنا في تونس شوف وزارة الثقافة مزوش تدخل فما شيء معين هذا هي خيقة يبقى لنقاش في مسال يتعلق بما تدعمه الدولة من جهود المواطنين فيها شكاية الوقت تقول لي هي وزارة الدخل خاصة في الوضع السياسي الحالي ولا حتى في وضاع سابقة لحقيقة فما أزمة في ثقة في موسطة الدولة هي كونت استغلت تمويل ذلك لخدمة أغراض حزبية ولا تواجهات إديولوجية جعاية مثلا أما كان جي تقول لي في إطار وفاقي يجتمع الناس يقول لتنجب تحتشرف الوزارة ولا مش مع المدنة علش الوزارة بضرورة في تجاه إجاب الخمو في نقاشها في مسال معينة نجم المروها مش بعمل الواعد ولكن بعمل الفنان يحب يعدي بعض رسال أعتقد أنه كما قلت معناها المواطن في حاجة لها أما الوزارة بالفرض الحقيقة ذي تقلق تقول لي أنا عندي سياسي سانسرة مصبقة ولا مش سانسرة لا هي حتى بالقانون ما دايش حق وزارة الثقافة وزارة الثقافة تنشد دخل في مسال تدعمها تقول لي كنا ما تدعم مثلا العمل السينمائي معين ما دايش كتاب معين هذه مثلا تخصها معناها ومش تخصها تخصها معناها نجم تقول لي كنا عندي سياسي تناقش أما فيش الدخل بجتمل على الكل هي بتبعتها مش مصلاحياتها نحكي معاك بعد الفاصل في المواضيع السياسية كن هيدا الشأن العام اسمعتوا راي محمد عبو في علاقة بالدراما وعجبني مساج سيصروحكم الصحفيين اللي تفتيوا في كل شي ري التدوينات في تدوينات ولا في بعض برامج هو شوف هي مش هون مرة رو أنا أقول لك بصراحة معنا في وقت ملوقات رو ناقش ما بضع الصحفيين في موضوع يتعلق يجب أن تأخذوا الترخيص من الوزارة الأولى باش تهب تتصور ولا حب نعلم تونسل كل على مسؤوليتي بالاختصاصي قانون الصحافة فهما حتى قانون يقول كونك تهب تتصور الترخيص فمزوز نصوص قانونية يحكي بالترخيص النص يتعلق بالسينما والنص اللي يتعلق بالفيديو نص قديم العام تسعمية وثمانية وثمانية دوك صحفي تهب تتصور ما فهم حتى أشكال في الموضوع أنا أريد فعلى الصحفيين يقول لك لا ما كي يعطيونا تأشير أخيرة قل أشكال وقت نحن الحقيقة في وقت من الوقات عرضنا على البعض منهم قلنا لهم خلنا نحكيوا مع المعنيين بالأمر في تيجاه كنت تتنحى تمام ترخيص ويعطيو تعليمات لا ما عندك يدخل فيه راقبوا أما راقبوا بعيد لفرضنا أجنبي وراغيرا راقبوا كون ما تمنع حتى أحد من تصوير خاطر القانون لا يفرط تصوير فما صحفيين يقول لك فك عليهم مشاكل أنك يعطيونا ترخيص أقلي أشكال في الشارع وعننا أشكال في جانب هذا فنذكروا بالله دي من التزموا بالقوانين وهذه فرصة بشحية كل الصحفي مازال صامت في تونس خاطر مستهل فاصل إشهري وراجعين هذي ستوديو شمس مرحبا 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 بكم مرجعنا لكم في الانتربيو وضيفنا محمد عبو ونذكركم أصواتكم توصل تسموها بعد شوية فريبون دعير على الوحدة 70 ستاش سبعين ثمانين حكينا في شأن للثقافي دراما رمضاني ولكن منجموش نخرجو من الوضع العام في البلاد اليوم الوضع العام في البلاد صراحة كيفش شوفوا دسي عبو بغض نظر على أنك معارض أو مش موافق للسياسات الكبرى إجمالا الوضع العام في علاقة طبعا بالمواطنة التونسية بالتونسة والله يشوف هو ثوى كالمثل هذيك وكنتوبرك نحكي وادراما نحكي وزيدا على البيبي سيتي اللي في عينك أحلان مشكلة من البراجة هذا يعمل في عين المنتوج التونسي نعم فرصة بشي قولونا التونسة تونس ماشي الانهيار على جماعة الأسعد إذا لم تصدوا لماذا المشاكل موجودته ولم نقاو حلول كما نحكي الوضع الاقتصادي نحنا وصننا المرحلة كونه محتاجين لبعض القروس لا موجودين من الوقت بنعلي على أقل زوز مليارات دينار سنويا بعد الثورة زادت برشا القروض سنويا وصننا المرحلة طلباتنا كبيرة دولة برك 21 مليار دينار بينهم جزء كبير منهم بالعملة السابقة وعندك مزودين تونسي مخذين الكواشة الحليب المقاولين في المستوى داخل في الخارج عندك مشكلة وخاف كنت تتعامل مع الدولة تونسي وعندك استيراد للدويات البترول لا يوجد شيء لا يوجد تونسي يحاول أن يقوم بعض المغافلين أو يخدمون في مشروع سيد قاية سعيد من قبيلنا وحلول نعاول عن إمكانياتنا إمكانياتنا قبل كان فهم نظام فازد منعها كون الديالول التي تتقدم صحيح ولكن سيد وراها موروث قديم من وثنين حتى كان نظام نظيف على الأخر ونس كأكفاء وكل يحب لهم سنوات هذا يقبل توجينا لحالة الانهيار تماما هي إمكانياتنا تحكيو عليها شكون قاعد يستثمر في تونس اليوم تنتي خالق حالمتع رعب وخوف وان سيكوريتيت وطال شكون اللي نعرف في الانتراج متاع الكل يحكيو كيف يحب يخرج أولادهم تونس اللي يسمع فيها نقول بصراحة إذا تخنى في المنطقة عن نفاق وسنعو عن إمكانيات تشتوها تخدم تدعم في تونس ولا تغرق في تونس بالتصريحات المتاح أهم حاجة في ديكلاراسيون من إيطاليا اللي هي يزم واحد يفهمها إيطاليا يتحكي على مصالح إيطاليا اللي بشي يخرجوا لها برشا مهاجرين بعد الثورة هي ملقبلة لعنا مشكلة بتهجلة سرية ربش بلك ملقبلة الثورة ودفعوا برشا تعويض عطاو برشا بساعدات النظام بن علي وهو بيدو ساسا يسيب لهم شوية في تار الضغط وقت يضغط الحقوق إنسان يسيب لهم هذه عملها قدف وعملها بن علي توقيت تحرك خطر فهم الوضع في تونس وفهم أنه النجم تصير لقدرها مشاكل هما قالوا واش لكن يقصدوا حتى مشاكل أمنية واضطرابات غير الوضع الاقتصادي يخافوا من الهجرة كبيرة التي يتوصل مثلا تحكي على ألف ساعات حتى في يوم على 2008 قوار بالهجرة هذي مثلا اختيرة برشا جزء كبير منهم تونس وزيد اليجوم من الفريق والذي يدخلوا تونس عادة واغلبيتهم بدون وثايا قانونية وغيرها تسربوا حتى من الحدود هذه الاغلبية نحكي طالها خايف على روحها في الموضوع فلا يعنيها من جانب تونسي ولا جانب سياسي لشي يعنيها كان حاجة واحدة كانوا تصدروا اتصالات جزائرية حول الملف التونسي كيف قراءة هذه لماذا يتصل بالجزائر في علاقة بالملف التونسي هات اخر جوبة مع صندوق ايطاليا تعمل في لوبينغ للتونس لا نجب نقول القيس سعيد ولا التونس خطر المسلا مش واضح الواضح بالنسبة لا ان اوروبيين وفاهمين عقليتهم قاتل على كون يمين يحكم وفكارهم غريبة وكذا واضح عندهم مصالح الشعب لإيطاليا بلنس وهم خايفين من الهجرة السررية نحن نفيقو نقوي حلول نعود نذكر الناس اللي يحكي على سيقاي سعيد سيقاي سعيد روجاء لضرب منظومة كانت تحكم بطريقة مطرق كما كان بنعلي يحكم بطريقة مطرق لا معه تقدم تونس ولا مع ثورة تقدم تونس دوق اللي حلموا به برشة ناس هنا منهم ضربة كبيرة المنظومة تبسي تجعل الناس تحترم روح تفهم دولة ورغم فما حتى تغير مستوى الوعي في البلاد ولا تحسن الأدايا في تونس إلا بدولة فيها قوانين ويحسوا ليفهم دولة هذا هو المقصود وقته بخمسة وعشرين جويل ولا بخمسة ثمانية لبضعة عشر يقوم الراجل يكسر كل شيء يدخل في مرحلة اختيرة لا تقتصر فقط على كون اخرق الدستور اختراق الدستور لا تفعل النتائج يخفقين ويزمقون لكم مجنبي يخافوا تحليكم الداخلية حتى الوضع الأمني يخفى مكان السراعات نزيدك حاجة أخرى بلاي موضوع ما تسمعت ما تحدث فيه اخي ومشاكل مع صندوق النقد الدولي سأول حاجة توليش قضية حياتكم المطالة الاجتماعية بالأساس قضية حياتنا اخذ قرض اخذ قرض يقوم الناس صفقه تيرا يتون تاخد في قروض مالو الدنيا دي ما تاخد في قروض لكن نحكيه على الأزمة 86-85 بدأت تقاف الصعوبات في عهد بوركي بالفترة الاخرانية بعد من عهد منها وانتي جايرا ما فترة ما أخذتش فيها قروض بعد الثورة تاخد في قروض اما شنو المقابل اليوم الاسلاحات معناها المشكلة بها رغم لاخذات كل القروض وانتي اخذت برشة دوب لانتاخد قروض اكثر معناها بعم ابرتيل من 2011 2012 2012 غير الهيبات التي نأخذ فيها ورغم ذلك فهم ابطالة في تونس ورغم ذلك فهم فقر في تونس ورغم ذلك فهم تخلف وسوار خدمات التبية والإدارية والمسالة الكل كانت تحقيقه تونس غير كونه ورغم ذلك فهم مشكلة اخي هما مش فهم ثلاثة طلبات اساسية من بينهم طلب يتعلق بالموشيات العمومية طلب يتعلق بالموشيات العمومية مش اسلاحها ككل فما جانب فيها هو عديلي القانون تحوكمة الموشيات العمومية قانون حكمة الموشيات العمومية اي تونس يحب يسمع فيه يحب يثبت رو موجود ادخل اي بارتيسيباسيون تقاع حكومة فخفاء خلاة وحاضر جهز القانون اذاك موافقين عليه كل الاطراف المانحة لما صندوق النقدول لم يكنش يتفوض معنا اقبل كانت ستة بنوك موجودة موافقين عليها لطول خط ومش هما اللي قانون اشتعملوش بتعملوش هما الحقيقة للتاريخ مش كون واضح مع توانسة حاشتهم بهيئة تشرف على الموشيات هذي ما توزعش بالوزارة الولى والوزارة المالية وكذا هذي تعمل ونحن استشارة وخلناه للحكومة الجاية وعرضناه للحكومة الجاية تفضلوا هاو المشروع في الحكومة المشيشي كان لديها علم هذا بالإضافة كانوا تواصل على علم بي والطول مازال موجود في الموقع كان يحب واحد يدخلوا اي فارتسيق سيقوم 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 بتقاه جاء القانون من بعد سيقوم بالمشيشي يبدو انوا عرضوا على البرلمان من بعد سحبوا في علاقة بنيقاشاتهم مع الاتحاد إلا نقولوا الاتحاد ناقشوا معنا برشة الفترة ذيك ماشيوا جزء كبير من طلبية المتاح ومشينا معاهم وفقنانا معنا ثم طلبية يتعلق بيعادة الهيكلة نقول لكم بوضوح هو طو ما تروح قالوا بعض الناس ما تروح عن تقايي سعيد قولكم يبالغ قايي سعيد نحنا في حكومة الفقفق وعلاقتنا طيبة على الأخرى مع الاتحاد وفي بيننا ما قالوا فينا حتى كلمة عيب رغم ما مشينا ما في هذي قانوننا نحيوه قلنا نجوش نحيوه راو نعملوا قانون في عادة الهيكلة وفي حتى امكانية التفويت نحنا مشي فوتين شكوا في كلامنا قالوا بيكش في مسيرة حزبي بينكم وكذا هو سعيد رئيس حكومة مشي كلمكم وقت صار اشتماع معهم رئيس حكومة سيلا السوف قالوا معنا مسؤوليتي ما عناش تفويت دونكي يتقوا في حكومة كي تقول لهم كلمة وتفدلكش أما اتحاد الشغل يقولك أنا ما عنديش مانع في إصلاح المؤسسات هذي ولكن نشوفوها حالة بحالة نكمل لك أنا ما حكيناش على التفويت نحكي على قانوني نص على التفويت على فرضية التفويت غدو الجيكة أغلبية عملة تديخبت لا ما طلبش ما طلبش هذي المبارك أيما كيبش تعمل إصلاحات كيفيش تصلح لا الإصلاحات فم برشا شيء رأس المال كيفيش تصلحه فم برشا شيء أنا نحكي على جانب معين اللي هو يتعلق بحاجة أبسط أنا هذا اللي نحب نقوله التوانسة مش نحكي لك الأصلاحات المشاهد العمومية نحكي لك أنا نقطة فيها صغيرة يحبوا تعدي لهم قانون داك وردو القانون هذيرا وجهز عادية لا سي المشيشي غير فيها أشياء هاوقت لك الاتحاد كان فما خلاف معاكم تفخيق في الموضوع ذي فيه نقطة في النقاط الأخرى مشينا بتصورهم والخبراء متاحهم وتبرك الله عليهم وكان إيجاب يعلقها وحتى كما مشيناش معاهم في النقطة ما صار إش قاطعة وعادي إذكا حكومة فينا الموهي اللي بتقرر إذا عدى البرلمان من بعد يقع سحبوا إذكا أمور تخصي في المشيشي انتي توجي في وضع اقتصادي سيقي السعيد ومعندكش برلمان وراك نحنا كي كنا بش نعديوه بش نعديوه لبرلمان انتي بجرد قلمة عديه في تسعة فيفريل فارت الحكومة وافقت له وافقت على المرسوم هذا اجتمعت برئيسة رئيس الحكومة وعدتها سيقي السعيد قدش يزموا بشي صح ساعتين ثلاثة أنا في بلاسفة في أربعة سوية من كملكون صحات واحد آخر يقول لك خلي غضو الصباح ما يسالش قيس عيد من التسعة فيفري حتى اللي تعمل البرلمان وما عاش عنده حق طوى وفي مراسين وهو ما صحش فيه يخرجوا ناس زيما كانوا يدافعوا لي قال لك مش مقتنعة بي وانا بجانب الاجتماعي وانا بجانب الاجتماعي وانا بجانب الاجتماعي وانا بجانب الاجتماعي يغارج على المشروع من التعالي 2020 ما فيه واشي شكاليات كبيرة والاتحاد ينجم يوافق ولا حتى ربما يتقى معهم بعض لشكاليات عايت له أحكي معهم بالثيقة راني أنا ما ليش نفوت صرح قال خطوط حمرة في علاقة كتلة الأجور اللي تحضر عليها لفمي في نقطة صغيرة اي ما النقطة هذي شفت النقطة هذي يا زينة بيش قولكم بوضوح سفير فرنسا عملت صراحة البارح قال نحبوا نعطيه لتونس يبتلو خمسين مليون دولار قال مستعدين نغطيه الفجوة شفت الفجوة بيشتلو خمسين مليون أورو خمسين منهم نعطيه هم بكم وقتتعديه القانون هذي القانون هذي كان يجي بصحه في ساعة يتواسع افهموا بشقوركم علاش هم بشي شعوبكم هم وحدكم تتفهموا هو كيعمل اللجنة متع الصلح راو في نفس الموضوع في نفس السياق بشيفه متوسع علاش هم يسحهاش بشخدر غير مقتنع فالنقطة هذي مقتنعين بها نحن ويعرفون قداش اجتماعيين وقداش علاقتنا جيدة مع الاتحاد وهنا اقتنعنا بشي وعدين كنت اجبتين في القانون هذيك أما خلي من هذا هو علاش معين سفراء مثلا علاش فموليه ولايات فارغة علاش قانم اللجنة متع الصلح عينها كان بعض من يشهروا يعرفوه السياسيون ومحبوش يقولوه الراجل مش خدام ما يخدمش ما عندوش وقت ما نعاش في شنا هذيك امور رائز جمهورية مش خدام ما عندوش وقت والله ما نعرف اسألوه هو اش معناها ملفات متراكمة في البلاد وانتي راعب لإدارة ما عاش عندها حتى قدرة بداعي والوزراء سمحني ما عندهم حتى دور كلهم شدين المنصب بتاعهم راديل العروح اللي كلفهم بي الرئيس الملفات عند الرئيس وهو مسحاش هذي واقع تونس يزكت انتبولو وذي كلباشي قاية سمسي ربي يرحمه وبكين عليه وكتبنا مكتبنا فيه وحتى ليموا علينا شباب هكدروا وكفيش شكرته كتوفى قلنا فيه برش حاجات خائبة لكن فما حاجات زادا كتوفى تذكرناها به نذكر مرة بلغني مع احد الوزراء قال ساحبك محمد عبو نهار كل يحكي على السن متاعي ويدغشوا مني أنا العبادة قلوا هني قداش معك في الطيار عندي ستة سوية وعود هالي وقلت بمعنى الحقيقي توافق قلت بكيت عليها خاترتوا الراجل اذك اذك حد عمرو اختاروه احنا اليوم بزاد اخترنا رئيس روما عندوش وقت الخدم عندو وقت الشاعرات والعشياء شوية لقاية ويبدو سمفي خصوم راو الدولة لا تنتقدم بيذلهم ما نعرفوش لا تعرف ناس كل تعرف لهو لا يشتغل طيو انت في بلاستو وتنجم تخلي ولاية جمعة من زمان ما غير والي ما تنجمش انتي تواعندك سفرات عندها بلوشرة ما تعينتش فيها سفرات ولا ولاية فرغة وهاج اخر هني عطيت كيكزومبر في نقاش مع صندوق النقد الدولي ومع فرنسا مثلا كان ناجم يأخذ خمسون مليون دولار اهورو الجمعة دي كان هو صح في معنى القانون او بالاحرى المرسوم تحكمة المساهمات والموشيات العمومية مش بالصيغة اللي موجودة دي ويعديها سمحني على المساهمة ويزيري اخر وتتحل المشكلة الجملة كلها في 24 ساعة اسأل منها ما فمش اللي تقول فيه معقول ولكن فم نقات اخرى عاملة جدل ومشكل رئيس الجمهورية اللي عنده او داعم جدا للمطالب الاجتماعية كمش تحكي على كتلة الاجور نس كل تحكي في الكواليس وفي السر وفي الجهر العلان نس كل تعرف رفم مشكل فم اغراق في الوظيفة العمومية لكن اليوم كديم تعمل تسريح كيفش تعمل همش قول لكم بوضوء شنو المقابل نس كيفش تعوذها صعبت على الحكومات كل حاجة واحدة كنا نقول لهم ليهما قال لي قبلوا اهون منه فساد هذا كموضوع ثاني اما اهون منه في حاجة كنا نقول لهم حتى اللي هما المظاهرين والكل الحقيقة عديت مزوز تجرب ديما نحاول نقلح منسق من كل رأي الدولة معاش نجي بتحل المشاكل التشغيل جاء وقت ما عادش تاخذ الحد الأدنى تاخذ الكفاءات بالليه كونكور كذا يزينم المطالب الاجتماعي في هذا الجانب والجانب في الوظيفة العمية اما شو البديل البديل خطك زاد عندك مسؤولية كالدولة تخلق مناخ عام يسمح بخلق الثروة ويفتح مشاريع في القطاع الخاص هذا هو الحل لتونس معنى ش حل اخر مش على خطر عدد الوظيفة العمية في بعض المجالات ناقصة رغم ليوعدل الموثيم بشكل عام كبير بالنسبة للمكانات اما تجي فما دي بوست معينة ما فيهي فما دي بوست معينة كل عام عندك انتدابات انتي طول تحكي على صندوق والصناديق ما كانوا يتفاوضوا معنا زادة في 2020 وطلبوا وكونوا يقع انتداب فقط ربوع الدي بارالر ثلاث اللي خارجين اللي تقعن تقولوا عشر اف التدبوك ال 2005 قولنا لما دي رو يؤدي الانتفاضة في البلاد ونجبوش نعط اللي حكيت ويمشوا معاك رو خلاف اللي يقولولك يحكموا فينا ومرة واحدة لتوانسل مازلوا مفاهموش ولا يلعب لهم برشة ناس على السيدة رو ما فما حتى حد والله الحد معلوماتي فما حتى طرف يجير ورقش يسلفك مايحب حد يسلفك رق غالطي في رواحنا رو ونتواضعوا شوية والله مايحبوا يسلفون ناحنا تبشي تسلف فيديوشيت للباك قال لك عملي برنامج متاع المشروع المشروع متاعك انتي وعطيني وعطيني هو اللي قارنطي متاعه بالنسبة لهو كونك تعمله هكا وهكا انتي تتفاوض مايحب تنقص ولا قولي يا أخوي أنا مايحبش معاك تسلف معاك غيرك ولا بش نعاول على امكانيتي الذاتية نعاول نقول لكم متواسع وهم حكاية الامكانيات الذاتية على خاطر البلاد غارقة في صراعاتها السياسية والاجتماعية وما فماشي قدرة على اتخاذ القرار وقته هو اللي كان مطلوب من قيس سعيد هو كان يرجع الدولة قادر على الابداع في تار المناخ بتاع دولة قانون مؤسسة ومنهار القانون ومؤسسة كان الشعبوية في البلاد ولا حد يحب يحكي في المسال الفنية ولا تقنية والعموميات وهنا سنوفي الانهيار اللي ما يخش الغار بيقول لنا رجل تنهاره وضعنا كيما القرار 19 بالضبط مش نحوص النقطة هذه في علاقة بالتدخلات أو التسريحات الأجنبية هل نعتقد ربما باتصال البرح رئيس إيطاليا بالرئيس الجزائري ننتظر ربما وساطة مبادرة إيطالية تونسية إيطالية جزائرية في علاقة مبادرة فاشي هما طوام مش حكيوا سياسة يبدو في السياسة الأمريكان بعضهم هما كلا طلاف تفاوض مع تونس قادة تفاوض إيطاليا لديك اجتماع في روما من 2-4 نوفمبر أكثر مطالب بالنسبة هما هو الجوانب التي تعني بمساعدة تونس إذا هي تفقد مع صندوق النقد دول عملنا السلاحات الاقتصادية التي عليها الحكومات الكل لا نبدأ واضحين على أقل في الجانب التي يتعلق بكوتة الوجور ويفمو البديل على كونك لا تزيد في الوظيفة العمية لا تزيد معنا انتدابات كبيرة هو كونك تكون عندك خلق ثروة في القطاع الخاص وهذا عجز عليه تونس بالشكل المناسب قبل 25 وإنهيار كونك كترة مؤسسة حالة تفرح في تونس وإنهيار شي يوجع القلب وليس تونس التي تصورناها لقبل 25 ومع بعد 25 لحقيقة فبالتالي تكونوا واضحين يتصلوا بالطرف الجزائر ومتصلوا وشي عام تقول لك جزائر الإيطاليا خايفة خطر هي أقرب نقطة لنا وهي ليها بتوفاها مع معظم الناس معنا اللي يعملوا الهجرة السرية فهذا هي لماذا تفتح حركات هذه رأي ما عندهش علاقة بالسياسة الامريكان ممكن يكون عندهم علاقة بالسياسة ممكن في خطاباتهم تفهم خطاب دبلوماسيا الكل يدفعوا في قيس سعيد باش يعمل إصلاحات في الجانب الديمقراطي الكل هم وشي عمر قيس سعيد ربما النوع كان تدفقر ويجوع ويخش في التلفز يقول انهم يتأمرون وشكونهم هم مش بالضرورة يذكر ما تخلق شرعك دي ما عندهم يحكي لكم تبدأوش معناها الشر ويجوع في البلاد يخرج انهم يتأمرون صفقوا لبعض الناس والاخرين هنا ومرة واحدة سؤال بالله لماذا تخدم في ظروف مريحة قد قيس سعيد انا نذكر قبل في القصبة ظروف مريحة كيفاش بوضع اللي احنا في مريحة نعم فما مسألة مريحة برشا انا نذكر قبل في القصبة وفي مناسبات حتى كمواطن تونس يتعدوا نشوف اناس كل نهار كل محتلة الوزارات ويا فولين البطالة يوهين وتهجمات على الوزارات تحكي على الاتسامات على الاتسامات ومطالب الشغل والمواطفين ساعات يجمو حتى المسوزير يحبوا طالبها زياد حمنا نسير بصفاء لباس خلصتوا مليحة زادوك في الشهريات خدمت لكلكم بطالة هذا كان سؤالي لك من الأول قد تلك الوضع العام في علاقة برد فعل المواطنين لا مش قولك المهاجرين سمح لي المعطلين معطلين على العمل خليهم تكلموا مرة أثنين ثلاثا بعد لمهم فكرة بازوا بالفيديار كلهم ترايح بالعسيل على رؤوسهم الكل ذي يحب التونس إذا يعرفوا جير من التونس نقص البيطالة في البلد لا تسمع برش أحس هم طبعا مش كلهم مسلموا لكن طبعا نسان ناس يتضربوا أولاد وبنات وكل شي يفدوا لا تسمع بقيت السورة عند التونس هو كمش مطالبة كبيرة وهو كمش ترحب الفيدر دا كوردو هذي اللي صار توا في تونس ما صارش هذا عنه ما صارش بالعكس توا فما كنت فما ناس عند عمل في قيس وما بعد فهموا هو على قلب دوي فمو شو أي لي هو وفما نازل نوام الحالة متاع الخوف العام زي اللي تغرس خوف العام تجمو السياسيين خايفين نمشي معاك في الخط بغض النظر على أنه مش مشاركة قبل ما يوقف سياسيين ووقف مواطنين لا شوف قبل ما يوقف سياسيين ووقف مواطنين لعنا تدوينات عددهم أكثر من السياسيين اليوم الناس باش تفسروا أنه قايس عيد كرائي الجمهورية ما زال يتصادر نواية تصويت كل اسموا بهم واللي ويجي بعض الثاني بعيد عنه ماكتعرف حتى ما رح توني كل وقت سلتوني قلت لكم أنا ما نعلقش عن نتائج سبل لا لا نطعم فحتي عملوا لقانون عليش نحن عدينا فيهم مشروع قانون من الفين وستاش نجم تطعن تقول في شركة ما عنديش فيها مصدقية لا 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 فما أطراف في المعارضة عملوا يفتاجوا وعملوا صبر آراء خاص بهم ما تنشرش والقاوقة يسعيد كلاس مو بخو ميزة على كل حال هذه مشكلة كبيرة يستعبر على كون شعبنا اللي نحكي عليه هينما من الفين وحداش ونحب وعلق الحب والد بلد عليش نعمر سياسة سينوم بصراحة رونا نعم بفلوس وردينا رويحنا معنا كان مجاتش فما سياس فلا نمرتحين عاللخ نحب والد بلد إما منها لمن الفين وحداش وحتى قبل الثورة لأخيقها قبل الثورة نقول معنا الشعب بعد الثورة نقول بالله يشوف رأي فما مشكلة متعانالية منتشرة برشا في البلاد وفما مشكلة ثقافية يزينا نسعها وليتغييرها هل ساهم السياسيون بما فيه الكفاية في تغيير العقلية متع تونس هنا ندح في نتيجة الصفحات على الفيسبوك اللي عملت النهضة والنيدية وبرشح في تشويه الغير في ضرب الوعي متع تونس هكذا تشوف النتيجة كان بالحق طلع مع قائس عيد في الظروفها هذيك هي تونس وعلى كل حال لم تغير تونس ولا أي دولة في العالم بالأغلبي رأيت تغير كم بالأقل الغلبي تونهارت وليفهم انتخابات ثورة كسارت ما شركوش فات وانسر كل زو ستاتها في المياه في العالم الكل هكا ماشي الأمور فأنا دعوتي للصحفين والليعالمين المثقفين السياسيين الجدين المش مورطين في اللي صارق قبل الخمس عشرين هزو ريوزكم و هزو ريوزة تونس معكم شوية تكلموا على وضع بلادكم رانا ما تخليش طاليا يتكلم مع كابل احترامي أصدقائنا في طالي وإشاء الله على قطع طيبة من العالم وكل معداء الكائن الصيوني وإشاء الله على قطع طيبة معهم وكل أمن وكل بوضوح حاولوا زيدا نحن هزو ريوزة شوية لتونس قولهم رانا ماشيين لدمار مش مجرد تنبيه تعبر على كون قيس سعيد تحكي على قضية تتأمر على أمن الدولة داخل وخارج نقول لتوانس مش مقول لكم مسؤولية انتم معاش صدقوا حتى حتى توم فمتكو مش كون تصدقوا أنا يدهول يتصدقوا أكثر واحد كذاب في البلاد قضية دي قضاء رافض كونه يخرج حبنا على المكزوز محاميات مش وقابلوا النيابة العمية في القطب مش نجيب لك معلومة طول عوش كان قال واحد منهم وقفوهم وكل مش كون يوحي كانوا حكاية أخرى نحن نحن نقل نعيش هذي التحقيق قال لي نيابة العمية قالت لي وما لش يقولوا ايه بتبعاته وما فمش منها الحكاية خاطر ممنوعة في القانون فما ما بالمواجهة أي دليل عندك تقالى تواجهني به إلا كده عندك حاجات تمس علاقاتك من الخارج لا لا ما فمش وثيقة تستندلها محكمة في الحكم على شخص وما تعرضيش على الموتهم نجم القضي يسمى حاجات مش موجودين في الحماية فما حاجة بارك فهي حماية للشهود كما صار هذيك سواديزون وحامل الشهود في الليكسيكس والليكسيكس والترواء والحكاية هذيك هذيك نجم يخفي هوية وقانون راو ما عندهش علاقة بالموضوع ما استغلوه دونك باختسار وفما سواء بلاي تخرجوش ناتق راسم بسكم بارك الله وفيه يعني اللي جواب اللي يسمعوه وقتها هو راو المورة دي تحت سلطة وزارة العدل موقتيش وزير العدل يحكو فيكم مش عشر سنين ويتم استقلال القضاء وما يدخل فينا حد لكش يقصد فيه تعيين ناتق راسم لا فهم ناتق راسمي مش هذي الموضوع الموضوع كانوا مناجي بيتكلم الى بذم الوزيرة اي ما معناش ناتق راسم اللي ناب العمومية نحن كوسائل الاعلام كنا نتعاون مع ناتق راسم صارت اخر التحويرات قبل حتى 25 هل لي معتش ما ناتق راسم يخرج اي حد يخرج اي حد من القطب مكلف من المساعد الأول يقول راو هذا مش يحكي في موضوع معين وخرجوا قبل حتى الموضوع ناتق راسم ناجم يخرج حتى مساعدوا كلي جمهوري ويقول هاو شلقينا في الملف هم ما يحبوش يخرجوا لسباب بسيط يتوانس عدوا عليكم وزيدوا صفقه وقولوا محلهم كحاتون في الحبس كحاتون في الحبس على موضوع متفساد جدي راني اول المصفقين خاطر برشا ناس انا مطالب كانوا يكونوا موجودين في السجون عن طريق قضاء ومستقل تول قاضي تونسي راو تحطه في قضية سيئسية انسى لي فما حد يخرج قالوا هم قلوا له سيبوا راني ما عاش في قضاء انا نقول لكم ما عنيش قضاء فالقضايا السيئسية فم مش قضاء هذا من ناحية القاضي تسألونا نحن كمحامين قولوكم هكو فما ناس سربت المحاضر قروه را القضية را القضية الكلها صارت بناء على واحد قال فما واحد قريبي في بلجيكيا قال لي للجالية تونسية تعتقد لي فما مؤامر وعلى رأسها كامل الطيف ومبعث تنثار حكيات وزيدا قالوا فما واحدة قريبة في انجلترا قاد فولان قعد مع فولان ايش هوا السخافات هذه الحكاية هذه نسمة فهي يومين هزوا منا اللي حكيوا لي القاوة هزوا من الفرق نقول لهم بالله وحطوهم قدام الدكتيلوة والاقدام الورديناتور وخذوا عليهم موقف ويوقف عليهم مع بيت يلغم لهم وقفوهم بجابوهم من لول عملوها القضية وبعد جابوا الشهادة قادة تحقيق يا أصدر البطاقات اللي داع أصدرها بناء على هذا دليل دليل نجيب لكي واحد يحكي لكي حكاية وتوقف العبيت شيء حشب وقنا له القادة يجي نهار وتحاسب وهو لغيره ونعودها بل في مرة يزم اللي صار في تونس في عهد بن علي نذكر حاجات تبكي يعني على قوضات بلا ضمير خايف على روحه وهو هزم يتبشار للحبس طوالي حتى ذوما سبعة من الناس في الحبس هم عندهم ملادهم ومتي عندك وملادك هم عندهم مش علش هوا المعلومة اللي عنه وذيذي يصير فيها تحقيق لبعض سقوط قاية سعيد ما يثقش في قضاءته هو كانوا فيما تهديد للقضاءات تهديد بما على تدخل الحبس تدخل الحبس عنده زوز معاني في عهد بن علي تدخل الحبس ما عنده ملف عليك يهدوه عنده ملف ولا يعملوا له شيء هبطواه لجنوب كثم كانوا هبطواه لجنوب في تونس وليت توا بعد قاية سعيد يهدوه بالحبس حتى كانوا عنده ملف لأنه باختصار يعتبرك شريك معاه في بلك فما قضاء تعديوا على المشاركة في الهريب عليش خطر قضاء مثلا جيت الوزيرة قدتوا تحل البحث في الموضوع الفوليني قال الموضوع الفوليني يرود إجامة عهد به القضاء ممنوع وكان عاود نحل البحث حالوا مناجم مشاركة في الهريب تونس لنت تضحك الرجال قانوني سمعوا فيه إذا ما فبلمش الموضوع عدير رانو وصلنا المهزلة أما أنت من شوية سيعاب وكنت تقول وجبه محاسبة المطورة تقبل 25 جويل إيشكوني الناس فما مطالب المحاسبة ومبعض انشكوا في القضاء ما لك فش تصير شكوا في القضاء القضاء ما وش مستقلم يجب جغل حتى قراء ما فماش وهو يا جسموا أنا اللي حب نقوله لك وفما حتى لقاء صار محد بالحركة النهضة هو بش قولك شو الموضوع خلنا خطر في العلن نحن نحبوش نعملوا حاجات في السر رانو ضد كونو الناس تحالف معاكم في تصدي القائص عيد إلا في حالة واحدة تبعدوا قياداتكم اللي حاولها شبهات أنا ما أظلمناكم وش قولناكم فلان وفلتين تعرفوهم وتم مشكون وتعالو لتوانسة رغم نموش ملزم لكلامتاك وخطر الناس تدور في كلام أما على الأقل تطمنوا لتوانسة كل أطرف السيسي كي تقعد حاولها طاولة وتأخذ موقف واضح فيما يتعلق بالانقلاب وفيما يتعلق بالحلول في هذا الانقلاب بخطر أدعيك وهذا كان هناك حلول لإنهاء الانقلاب يأتي أقل من ناس من الحد الأدنى من الكلام الوطني ومن إحساس بأن تونس عزيزة وغالية نتحق التضحي أما لا وموقفهم وموقف غيرهم ويزم الآلان ويجب أن تتواصل لمحاكمة تتعاود لذا كانت هناك بالنسبة للناس يتحكم في ظروف كما ذلك قضاء غير عادل. في فرنسا في فترة من فترات ألغأت محاكمات. فمحاكمة تلغأت بعد 91 سنة. حكاية طويلة لن يجب أن ندخله فيها. رأوا في مرحلة معينة قضاء غير عادل للمتسميه قضاء قضاء حكاية ما يجب أن تلغى. حتى تجيب لي الرمز بتاع الفساد اليوم. تجيب لي الشيطان اليوم. ومعه 100.000 شهد. وهو يجب أن يعترف لي وفز. وتحكم عليه في الفترة هذه بالذات. من النهارة للقضاء واليوم رعبين. لا تتحدث عن الفترة هذه الأخرانية. خاصة. أنا أقول لك بصراحة يجب أن تعود المحاكمة. هذا ليس قادي. هذا خايف على روحه. كيف تصبح محاكمة؟ تصبح محاكمة من طرف قضاء مستقلة على الناس كلها. اليوم القضاء لم يكن مستقل قبل 2011 لم يكن مستقل. بعد 2011 لم يكن مستقل. القضاء بالكلم. حتى أنتم السياسين الذين يدخلوا القضاء غير مستقل. في فترة البحيري. في فترة بن علي. كيف يخدم القضاء؟ لا سمحني. أخي أنا مسؤول على شيء. بشي كلك بوضوء. قال لي تحكي فيه معضلة كبيرة ياسر في تونس. قبل 25 جويلة قضاء يأخذون رواح معادين. لكن عندهم بعض القضاء يعرف كيف يعدون لهم الملف قاضي الفلاني. عندهم عليه حاجة. طماء. ليس سبب الماء. الملفات الحساسة جاء عند ذلكم. فما قضاء تنظفوا كذلك خايف من السياسي. هذا هو واقع تونس قبل 25 جويلة. أما هذا. ليس خايفين وجوب مصفر. طماء ناس ترعش. طماء غير ما تحكي معاه. طماء سيئة. يأخذ قرار ضد إرادة قيسعية. على الصباح يتسكله بيروه ويطرت. هذا رأي القاضي تونسي اليوم. يرا في زملائي وسنو في كوليكت كل شهر. من زملائي مش نجم يعيش ونصرف على عائلته. هذا واقع القاضي مش ندفع عليه رو. مش هو قولك تجوع الحرة وشعارات. أنا اسمار ستها في الواقع ومهماش في ولاده. وهتمت بتونس. وانتي اخترت القضاء تعرف اللي هي مهمة صعبة. وهو جايك اليوم اللي غالب معناها شخص مستبد ولا يحترم لا دولة ولا قانون لا يستقلل القضاء. وعمل فيكم صحيح. أما كنت تهز رأسك حتى يسقط الشخص. هداك وتترجع القضاء متاعك. هاو طوى ورط روحهم. ولي ورط روحهم يقول له مرد بيرك تتصوروا مازال فما افلت من العقاب. رو حتيتوا ناس قبل في الحب الظلم وانخرشوا منها سلامات. هداك تخويف ولا تهديد. حسبها كما تحب. هداك الواقع يجب أن يسير لتونس بعد نهاية نظام السبدات. دوري أنا كشخص. رأني قدمت مشروع في الفين وثانش. نقول لك فيه خدر قد تقول فيه في المحاكم ونقولون فيه. زملائي يعرفوا. كتاح نظام بن عليها حضرت وانا بدي المشروع قدمنا باسم سبير. وقت تتيل القضاء. مشروع تتيل القضاء ذيك الحزب كل هذي يضدوا. بما في ذلك قولهم النهضة لكن حتى الحزب بتاع المعارضة. عالش. هل هي حكية ناس والتي تحكم عاش لها بالأمور ذي. وفم زادة شكون حاجته بالقضاء. أو اللي يحب يحمي ويقعد يا ايه. فم شكون حاجته بالقضاء. كما توقع قيس عيد لو مع بعض قضاء الفيس دين نضرب علي بالبونية. توفيتي اللحظة عنها قضاء مشروعين من الفسات. لكن هاكم عرفين في النظام قيس عيد. وهو بيدو نجم ما يعرفش ما وزيرت وتعرف. ولكن طفي وعلى. ما يعني قضاء الفيس دين؟ كما اي نظام من قبل الثورة يحتاج بعض نظام الفيس دين. في حين الفكرة اللي يجبها قيس كون نختم كم الضافة الاخيرة. يعني قضاء عندهم ملفات قديمة. اي اي. في عهود قديمة. في عهود قديمة قبل الثورة ولا حتى بعد. ولا حتى نموثره غير مبره. ويقعد يختم. وعادي. عادي خطر يحتاج البعض الفيس دين. وهو هذه المشكلة على السبدات. اختي تذكروا بورقيبة. كوني يزيد على بورقيبة. بورقيبة فلوس ليه مثلا. ما عندهوش فساد ولا حكاة هذي. معنى على كل حال موش الدولة يحس متاعها. موش لايه بالأمور هذي. لكن كان حاولوا فساد رو. وتمشي تتصور لهو كان يتصدّله الفساد. والحاجة كبيرة روه في العمر. يقول لك عندي شاهدات مرة تتكلم على كده وكده. اما بشكل عم تصدرهوش. كل نظام الاستبدادي يحتاج إلى فاس دين. خلت فاس دين حاولك. إذا نهار تضربهم وتضرب الترسيونير. بوليسكي عدب وتضرب اللي يرتكب تجاوزات. مو يدوروا عليك. دوك سيسامك بش يبقى يبقى كان بالفاز وبالترسيونير. وهذه فرصة للأمنيين بش قولهم بربي تبشيوش تغرقوه. روسي توفيق شهرف الدين قبل ما يخرج عمل حاجة باية. وانسا ما تقول هاش. يجب نقول هالكم. حاجة باية الوحيدة تحسب له. هو عمل مدونة بتاع السلوك بتاع قوات الأمن الداخلي. أول حاجة أقر فيها كون المدونة بتاع السلوك 2014. اللي هي مهمة برشا. وكانت ذكر مرة نقشناها. وقلت كوننا بش نعملوا فيها قانون. كل ما كماناش تتعلق بتنفيذ الأوامر بديهية لا شرعية. وهو بيده في المدونة هذي. بيده حكاية على كون العونة للقوات الداخلي. داخلي لا ينفذ الأوامر بديهية لا شرعية. وكي أحال المدونة بتاع السلوك 2014. تقول راهو هاو الجرائيات اللي تتعمل لك يجيك أمر تحس لهو غير شرعي. وفي جمال الحالات لأوامر بديهية لا شرعية لا تنفذ. بشي جهوده وتقول له رو عطاونا تعليمات. لازر العاكر ما قابلته في السجن. قال لي حاجة خائبة ياسر. القوات اللام لداخل الكل يا سموني. ماذا بيك يا سموني. من المورون تطلع. ستعرفوا بعض زماليكم شو يعملوا. والنسبة بش حكي لك السارفة يا عد بن علي. وانا قلت له لازر. حطوه في كورسي من كتفيل وزيدية اللوت. اربعة سواء. اذلال. والكلام الزايد والبديء. معنى هنا كنت وزيرنا ولكنت كده. أنا طيحنا للقدر. قال سعيدنا اجب بسيلك نفس الشيء بالمناسبة. خاصة لا عندك القدرات على التحمل. هذه واحدة. اثنين انا تعرفش قلت لازر. وابش قلت لازر. قلت لازر تعرف انك توقفت الفين وخمسة. قلت لازر عش عمل نظام بالعلي وعائلتي. والضغط والتي تصور انت في بالك والسليب الجرمي والتي تحب. لكن في اللقاء في روزوز بوريسي وقفوك. يدوروا منهم ومنهم يفرقصوا عليك. حتى توقفوا وقفوك. حتى توقفوا وقفوك في كرهب. اوكي. فما حتى مشكلة. بعد كتوصل غاديكا. حتى توقفوا وقفوك. فما حتى توقفوا وقفوك. اوكسجين عندي في الكرهب. لم يصلوا في الساعة يتوقفوا. وهذا حقيقة. يمشوا وقفوك. يتوقفوا للأكسجين. قتلوا تعذيب. لا تعذيب. لا يجاوب. قتلوا على عذب العباد. لم يحزنون. لا يعني ايش. المهم باختصار كده. معاملة جيدة. واحد منهم وقت يوصلني للسجن. يحملني. يقولي البلاد ذي. ليس رجال. الكريميناء لذومة. اللي انتم تخافوا منهم ولا تحبوهم ولا كذا. محليهم رجال. قابلتهم بعد الثورة. واشكرتهم. وهو أبيد وقال لي والله تعطونا تعليمات. قالونا بالعبارة شلكوه. هذا في عاد بنالية 2005. طبعا ما كاش هكا. كان مجرم واختصاب بيت. ولا تحب بنتي. كيفما ناس قولك محامي وراع بيت. ولا يمكن حتى احترام بشخص. ولا تحب بنتي. ما نعرفش تأوي. اما ساعات يحترموا. لا يحترموا. يجبوه وتحولوا قدره. لا زال عاكم يتعامدوا كون يعملوا له هكا. سيقايس. لا تخافش على روحك. انا انا اكاد لك ان نبدأ حين هاراخل. وتسير لك حاجة كي بدين ندفع لك. اما ما يجي دام بشتقى برشا ناس كيفي. راب برشا ناس كيفي. راب برشا ناس كيفي. راب برشا ناس كيفي. خطر نهايتك بش تكون هذه هي المحاكمات. خطر يتعمل فيها راوش جريمة. وادعو وصر لتواسه هزوا ريوسكم الراوعية باللي تعملوا فيه. نشوف في برشا ناس هبتت اليوسة. من هارة اللي عمل ليقافيات. كلامك على شكون؟ على كل تونسي كان هز راس وياسر. تحكي على المواطنين ولا تحكي على السياسة؟ أولهم انو خبسة اليسكتت. خطر عندكم مدة كثرة طولة. قبل كثرة طولة بالتهجم على كل كبيرة وصغيرة. شكون انو خب اليسكت. الكلها. استدعوا فيكم وكلكم تتكلموا. لا فمالو خب اليسكت سمحني. هذيكم عخيز التليفون هو حر. لا كنت قلت لبعضهم. نشوف في حاجات زادة غريبة. طبعا دون تعميم ما زلت فمناس. بالمناسبة الثورة ما تلاوحد شي العاشرة سنين. خلقت لك جنراسيون. اما متاع كالكو ديزين دو ميلي نتسور بالكشي. كالكو سونتين مليش متأكد الحقيقة. اما الأغلبية متاع توانسر بقاو كيما في نيفو سبعتاش ديسون. بلو شين وعشرة. كالكو موما راجع لتبايحة جديدة. فك علي من المشاكل. فماش امكاني يهرب ولده البرة ولا يسفروا البرة. فماش يخلصوا حرقة. هذي المشاريع التونسية الأصيلة. معنا اللي قاعدة مشى في البلاد. والاخرين دابراسك. وكانت حب تظهر بطل معنا الفترة دي. وميقولوش علاش الناس سكت. قول والله كانوا سريق اللي قبل. وانا مع قيس حتى ناحية السرقة. رأوا دي ما كانوا سريق ما كنتش تتصديانهم. اغلبية التونسية اللي قولوا كلامة دي ماريتهم. مش كانوا بتصديين للفساد تحركة النهضة. لكن طوى هكو اللي تتكلموا اللي تبرير كونك مع قيس. او اللي تبرير سكوتك. المواطنين. الناس اللي كلما يخرج رئيس الجمهورية. يمشي السوق شعبي. يمشي الشارع لحبيب بورقيبة. اي مكان. يقولو يا رئيس حاسب ونحنا معك. الناس طلب المحاسبة. حاسب شوف يا مواطن. المحاسبة رأي تصير امام القضايا. تحب غضو يخطفو لك بنتك يأكلوها بتراحة. ويعديو هيلة تهمة في قضية. لا نحبش نحكي لكم بعض القضايا. رأوا فما ناس اليوم لوحة في الحبس. على اساس الموضوع متاحهم حكاية فيه قيس سعيد في إطار. اكل بهلوينيات متاعه. يعرف هم شو ما هم السياسيين. والله يفهم وضعية كما دي. باللوحين في الحبس القادية ما نجبش خرجه خطر قيس حكي على موضوع شابه الهدي. قضاء مرعوب. هذا تحب ويحاكم الفاسدين. وحاش يخرجون بصدقين لقاء سعيد حل من الفساد. ما علاقة سيسمه؟ غاز يشويش بالفساد ولا يسمي شابه ولا يلي معاه؟ رأوا جيبهم في قضية متاعه سميها هو تامرا عم الدولة وسميها ريب. هكا حاش يبان في الحبس. وما تجرأش ويخرج يقول لكم شو الموضوع. نحن خرجنا قدنا لكم. هو تكلم. القضايا ما زي متكلمش رئيس الجمهورية. رئيس جمهورية وصل لي يحكي على قاضية زانية. سمحني سمحني. وصل لي يحكي على قاضية زانية ومورة حشة. معنى كيتوست حكيك رئيس جمهورية. حشام ياسر هو هو هذي ما حشمش فيها. لكن النور مال ما يخرج. يعني ما يحبوش هو رئيس جمهورية. تم مفروض ما يحكيش في الموضوع دي. يعطي تعليمات وقولهم تفضله وتكلموا. بالله خرجوا يتكلموا. خلي قولونا التواسل شو مفهمة في القضية دي. ويخرجوا ناس حتى في البلاتو هنا. استاذة ليلة حديد قالت ملف تأمر على امن الدورة مش فارغ. عيب عليها. حكيت على تورط اجانب. عيب عليها. عيب عليها. عيب عليها. محامية وقالت انا طلعت على الملف. عيب عليها. تقول كلم كماذا. الناس ملوحة في الحب سقراها الملف. عيب. شو ليلة مغربة انا قعت بيت. هي والناس خلية مش مصدق. شو هذا الانتماء الحزبي يوصل بك لشي هذي. كان تحكي على. ويقول ياسر في القضايا. هذه ليست قضية عادية. هذه هي قضية سياسية بمعنى التعليمات التي تضع الناس في الحبس. ماذا لقد قرأت الملف؟ تعرف لي كيف حصلت على الملف؟ كالعبارة التي قلتها مرة في شمس. اوضعي اوثيار. وعنى الضباط ترجموها المترجم من وزارة العدل. كنت ترى ان اي احد مختص في الانجليزية ليس مقصود بها ضباط. المخابرات الأمريكية لا يوجد ضباط. في اجونس بي سيو. راهوا الشرطة الأمريكية كلهم يتسمى اوفيسر. ومعنديش معنى بمعنى ضابط وعريف. وعليش كنت امريكين بالذات؟ لا هي تحكي الامريكين تحكي هي. ما سميتش؟ ما حابتش تعطيل الجنسية؟ ليه هاني انا عطيتك المعلومة. ناش ماشورة فيسبوك. ما تليكش حاجة. مراسلة بين المكلفة بشؤون سياسية في اسفرها الأمريكية. واحد السياسيين تقولوا بشتع معها مواعدش يكونوا معايا تو اوفيسرز. لم يكن هناك ضباط. لم يكن هناك ضباط. لم يكن هناك ضباط. عندما يأتي معها هي مدنية وهو مزوز مدنين. وضباطها يدخلوا في فغانساني. يدخلوا في السياسة. ليس في تونس. إذا كان أول مقريت رغم أنجليزيتي. لم يكن هناك ضباط. لن يكون هناك ضباط. هاني قبل ندخل السفرات. وعمري مريد ضباط. فهذا لم يكن هناك ضباط. ونعود قول التوانسي الذي يشاكي كيسر في المؤامرة. لم صرت وثائق ويكيليكس عام 2008؟ السفيرة الذاك اللي عمل اللقاية مع التوانس. أنا واحد من منهم مذكور فيها ثلاثة مرات. الذي ينقلو عليه كل صحيح. أيدا قلتوا حاجة قرأه على الساس مبدين كالي صحيح. ونعود لكم. فما هي المؤامرات اللي تتحدثون عليهم أنتم. سنون مال تضرب نظام السرددي. لا تقول قضية سياسية. لن تقول لك لم يكن معارضين سياسيين بعينهم غيرهم. ليس هناك. لا تتوقف. كما الاخرين. اخي طوى انتي لحت حاجة. رأوا الكوتا مطلعت. قيس رأوا وضعه. طايح في كل شيء. وقف عبادة بوسطا فت. ونسا خرجوا بعض المثقفين المزايفين ويحبوا يغلطوا العباد. قالوا مي قضية جدية. صدقوا الناس ليوا شد قضية جدية. قضية جدية. بعض شر وشوية. انتم وقتش حبوا تصدقوا. قضية انستالينغو. قضية انستالينغو مش متورطة فيها اطراف سياسية وحزبية. هيا. قلت لك شلية. قلت لك فما زوس قضايا جدية. اما فما اكثر من انستالينغو. فما قضايا اكبر. وانستغلت لتصفيت احسابات مع بعض الامنيين. اش دخلوا في حركة نهضة ولا في غيرها. رأوا ساعات يجبت حكاية لا ترابط بنا. توكيم هذه الحكاية متاع. اش دخل مثلا اه باعشيل وسسمو اه كاميل الطيف. وعسام ش بمثال شو علقتهم ببعضها. اتواسروا شيخين عليكم. بالحق خطيرية بتتحركوا هاو فهم او واحد صوهيني. احترافاته اه اه اتهم اه 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 او واحد من الاطراف الموقوفة حالين بانه هو اللي جابه الى تونس ويتواصل معه منفيش انه مش موجود في القضايا. في المقابل محامية عصام الشابي قال انا اه اه منوبي عنه كل الاثباتات انه عارثوا عليه بشيقابل اطراف اجنبي خارجيه. و كنت همين عام في الطيان قابله. حتى ما اخرج من العام قبل. عسام الشيبي رفض في اتار عدم الانخراج في التخاب. عسام الشيبي على اساس التحفظ من الاقبل البي دي بي كتاريخيا على اساس التحفظ على موقف الولايات المتحدة الامريكية. اه. في قضايا معينة تعلق بفلسطين. على هذا الاساس. ما عندش دخل كونه رافضين لجانب. عسام الشيبي رافض لجانب. رافض خطر هذيك مشكلته مع معناها مع الولايات المتحدة يغذر الجانب القومي اكثر. تعرف عسام الشيبي فقط ملوقع بشي قابل صديم. مع سيهم معاندي سيناجي. بالكل هذيك تفكير عسام. ما عندش علاقة كونه رفض التخابر. يعني انا كن قابل سوفراء قيس سعيد كي قابلهم هو اكثر وطنيا من انا. على فكرة دا انا مثلا احذر معايا غازي وقتنا مين عام. ويحذر عمري من احذر مع سوفراء واحدة كوش كخرجتم بعد. اما رئيس سألوه في فرنسا قالوا بش كوبش يستثمر في تونس. هو رئيس جمهوري. بشي يعطينا النحر دروس. انت مو عيب. موليو قولوا له عيب. انتي وراء وزير الخارجية متاعك. على ذكر وزير الخارجية الحالي. رو مذكور في القضية. وزير الخارجية. الحالي. الحالي. اي. مذكور في القضية قالوا في الصفارة متاع وكانوا يتخابروا. بها سيدي هو انا انا اقول لك جزائيين شو دموكي ما في بلوش. هو كذبة لكلها ما فيما شمالها لحكاية. اما نقولوا صحيحة لحكاية. شو دمو ما في بلوش. ايت عين وزير الخارجية كان في دار ويطاية امرو هو ما في بلوش. تحط وزير خارجية حتى في المنطق مديش. ويعملك تلميح يخوف بي الامنين والعسكرين. وزيد اسمعنا لي فما ضباط امني. اذي مش نشرك في اسرار اي موجودة في الفيسبوك. اسمعنا لي فما امنين وعسكرين بتورتي اي برا جيبوا مع براكة ساحل اخرى. شوف رانا اتخلنا في مرحلة اسمها خوف الناس كل روش شعبة دايما. متقاعدة. سيد كلمة متقاعدة. امنيين وعسكرين متقاعدة. لا لا فما قل فما اللي يحكي على امنيين وعسكريين افما انتي في المعنى بتاع الايحاب الانقلاب. والفكرة دي هي الفكرة اللي جي بعدها تصفيات. كما عملا مثلا ابن عليها وقعدوا في براكة الساحل كل. سمعتم انتم في هي الحقيقة والكلام باش حكي وجمعت براكة الساحل والا اغلبيتما عندما حتى علاقة وكان مش لكله مدوم باي طرف سياسي. ولكن الخلاق ووضعية معينة منها هي ارعب اجهزة. الزينابر شوء لديه. لنحب بوليس يخاف. ولنحب عسكري يخاف. ولنحب موظف دولة يخاف. وخاصة ما نحبوش قادي يخاف. والقادي اللي خاف لا يليق بالقضاء اللي بوجرد كونه خاف. متفائل. وانشالله بعد سقوط قاية سعيد. يستقيلوا بعض الناس ويشوفوا حاجة اخرى يعملوها. وانشالله بيش المحمد. نحب تحكي الانترفيو بكلمة متفائل ولا غير متفائل. بالمستقبل. انا عندي مشكلة مردي. ديما متفائل في اصعب الظروف. الراك ونتواسع فيهم حاجات ايجابية. نحب نقول لك عليها. وقت تحطهم وراهم مكينة تدفهم الدولة بتاع قانون وعمل وتهبط. وفما رقابة زادة بشكنت مديديك زادة تتحاسب. في نفس الوقت تنشجعك. الاخيري اخلق الوضعية في تونس هذه وسيبها بالنخبة. نخبة في الادارة. نخبة في الامن. نخبة في القضاء. هذو هم هم هذو مهومة اللي نجم يغيرون لك تونس. هذو مهومة موجودين راه. اما كانت تحكي لي بمطقة الاغلبية. الاغلبية رو ربي معنا. انا وللنا واحد من الناس نهان ينكالف في تونس عبر شمس. لكن ما عنديش امال بشي نقول لهم. اقليا تصولوا ذلكم هم. بشي نقول لهم معقولة. طيو قديش من وعدكم بحاجة ما عمل هيش وقديش حكي لكم القضية وما تعديتش. ما معناها الاغتيالية تا رئيس جمهورية. ما معناها واحد عنده ثلاثة الاف عمر امر رئيسي. اللي بسيد فهم ما يسيد وانا عارفوهم. نحنا الحقيقة تبارك الله عليهم ومنضبطين الدولة خانون موسيطة وما يهمهمهمش في السياسة الجملة. وتحكي انت الاغتيال. تقدروا في سورة تونس. يوم نعلمك بحاجة صارت في عادة نحنا مشكلة صغيرة اللي حقيقة ما بلغنا هايش. ما علمناش عليها. اللي هي. تي مشكلة صغيرة. ما علمناش عليها. وقت وقتها بوضع كوفيد. كيف حاكموا حالة اختيال? ليه اختيالهم يحزنون. مسلا متاع حد هكا قال بشي يعمل وبشي يعمل مناسة الارهابية وكده وحكا يفيره وما تكبرنا هايش وكل. طبعا الشعب عنده الحق بشي يعرف. هما مرات الناس تبدأ منهارة معنوياتها في وقت الكوفيد وي تصلي يعني بي وخلا في وقتها. هكا الحقيقة الفكرة. حبوا يختلوا وحاجة اخرى على ذلك الاختيال. هذي بش تعطيك معلومة. رأوا فم عدد كبير من النواب قبل خمس عشرين جويلة كانوا مهدين بالفعل بالاختيال. وما نحبش نسميهم لك. وبرك الله فهم لكلهم رفضوا وكانوا يعنوا الرأي العام كانوا مهدين. وبرشة كانت عنهم حصانة امنة. واحد منهم بارك تكلم. اللي هو راشت غانوش قال لنا ما ذلك وقت بلغوها. رأوا بالحق بلغوا برشة ناس. حتى سامي منهم ما بناش قوله للك توقع. ولا واحد منهم حلفوهم وتكلم. اول حاجة ساعة بنامو ناس بترعب في التوانسة. واثنين. تيت ساعة بلا روحك في حياتك انتي. حتى تقعد في قهو ناس ناس تتهرب معنا. تقول لك اذي بش يفجروه. حتى حياتك الخاصة تتمس. واحد نار كل يفتخرك وانتي رئيس جمهورية تحب تقول للسياح في العالم مستثمرين. انا رئيس جمهورية اللي خايفة على روحي. وهي كذبة موش صحيحة. خاطر وقتها حاب ويعملوا تحقيق في الظرف المسموم. هددهم قيس ساعد بش ما نشيوش القصر. هي دا يزم بتعرفوها يا تواس. داك مغالطات هو هكاكة معناها يزيد ما عنده. ما نعرفش الحقيقة شفما. اما فما دولتنا يزمنا نحافظ عليها وما يكبر في عانينا حتى حد. نحنا كشعب ملتزم بالقانون. نعود نقول القانون روما نحنا موش مع قيس ساعد. نحنا اليوم نذكروا كونه نحنا القانون القضاء في القضايا السياسية. بيع طرح خاطر خايفين على روحي. الا ما رحم ربي. انا جوا يعتبروا هذا التجريح ربما. لا هم مجرحين في رواحي باتبيعاتهم فهمها مش كون اعترف روما غير ندخلوش في التفاصيل وما اعترفش لينا وما انا معنا مجال سمانات. اما لا لا تبارك الله على ما فاهمين وذلك هي الحكاية. شكرا. الا ما رحم ربي. نعود نقول لك الا ما رحم ربي. فما شكونا اخذوا مواقف. لكن قليلا يسروا في القضايا الحساسة اشك كانوا فما توا حاليا باشتقى واحد بسهولة يفضل كانوا يضطرد هو باش ما يحطوك شنتي في الحبستون. كانوا يقولوا رانا معناش قضاء رانا دولة منكوبة رانا معناش دولة قانون. ان شاء الله انتيحوا بالمنظومة هذه متاع الانقلاب ونرجعوا لمحاكمة اللي غلطوا قبل ونعملوا انتخاباتنا ونرجعوا المرة جايين قدروها الثورة محلاها كالعشر سنوات في جانبها الباهي اللي هو الديمقراطية والحرية والنحي منها الفساد. قادرين على ذلك. كانوا فيقوا. شكرا جزيلا سي محمد عبو. شكرا لكم على حسن المتابعة. اصفاتكم تتسمع غدوة مرتين في استوديو شمس تعليو. اصفاتكم تتسمع غدوة فريب بندر. مرسي بكو على حسن المتابعة وتتسويت الاخبار مع خاولة سيتي. بعدها يجيكم امين بوناو.